لا يخفى على احد دور البعثة الاممية في نقل كل ما يدور في العراق على الصعود كافة الى المجتمع الدولي خلال السنوات الماضية عبر احاطات محبطة للمبعوثين في مجلس الامن ولكن الامر اختلف مع الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي حيث اكدت بلاس خارت في اول لقاء لها دعم الامم المتحدة للعراق سياسيا واقتصاديا الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش هاتف الكاظمي ليعرب عن تطلعه للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لمواجهة التحديات وترسيخ الاستقرار في البلاد واصفا خطوات رئيس مجلس الوزراء بالمهمة والمشجعة والحكيمة الكاظمي بدوره دعا الامم المتحدة وامينها العام لابداء التعاون المطلوب في انجاز الانتخابات التشريعية في العراق والتحضير لها بعد استكمال اقرار قانونها الجديد مجددا التزامه باجراء انتخابات نزيهة وعادلة وفي اجواء امنة الكاظمي اكد للامين العام ايضا ان الفريق الحكومي الجديد يبذل الجهود لتعزيز سيادة العراق واستقراره وهو ماضا في التصدي للتحديات التي تشمل توفير الخدمات وتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد فضلا عن ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الانسان وتعزيز السلطة القانون متابعون للشأن العراقي يرون ان الدعم الاممي لحكومة الكاظمي قد يسهم في انهاء الازمتين الصحية والاقتصادية التي يشهدهم العراق في ظل انتشار جائحة كورونا الامر الذي يجعل من برنامج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قابلا للتطبيق لانقاذ البلاد